كل من طين تبخده مثل عراقي قديم يمكن أصبح واقع في انتخابات 2021 لبعض السياسيين والكتل اللي ما قدرت تكسب ثقة الشعب العراقي اللي أسقطها الشارع رغم اعتقادها بأنه كان لها وزن بنظرها وبنسبة مشاركة لم تتعدى الخمسين بالمئة فما بالك لو شاركت جميع يمكن كان أزاح ما هو غير متوقع لكن ومع هذا تبقى التكهنات كبيرة حول من الذي سيشكل الحكومة المقبلة ومن هو رئيس الوزراء القادم فهل الكاظم حضوض للبقاء في المنطقة الخضراء أم سيغادر ويترك المنصب للأسماء التي سربت قبل أيام من جهات عديدة خاصة مع وجود قائد فيلق القدس إسماعيل قآني في بغداد للاجتماع مع بعض الكتل الشعية فهل سيشكل قآني جبهة سياسية جديدة على غرار تحالف الوطن القديم لجمع أنصار الجارة إيران وإبعاد من يهدد مصالحها والذي سيقابله الدور الأمريكي أيضا والحسم عند نتائج الصندوق أم عند خطي طهران واشنطن الكل يترقب وتشرين أيضا اللي مستعدة للعودة إلى ساحات الاعتصام لقلب الطاولة على بعض السياسيين اشتركوا في القناة